موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصفة السابع اليوم نأخذ الدرس الأول في الوحدة الأخيرة كتاب التكنولوجيا الصف السابع درس إن شاء الله كثير سهل كثير بسيط التكنولوجيا محرك والثورة الخضراء ماذا عن الثورة الخضراء يا حلوين أكيد يصدوا بالزراعة صح؟ الزراعة بهاي الطريقة ماذا تكنولوجيا عملت في الزراعة؟ كيف ساعدت التكنولوجيا في زيادة الإنتاج الغذائي؟ وأي الدول أكثر نمواً سكانياً في تلك الفترة؟ وإيش اللي ضاع في الإنتاج الزراعي؟ أول إيش الدول المتقدمة أربعينيات القرن العشرين سلسلة من الأبحاث والتجارب لزيادة الإنتاج الزراعي وأنشأت مراكز أبحاث متخصصات تطوير إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية زي الزراع والقمح والأرز اللي حققت نجاحات ضاعف الإنتاج عدة مرات وكان رائد هذه الأبحاث العالم الأمريكي نورمان بورلاك اللي كان يعمل في المكسيك والهند كمان بداية السيني الستينات يعني كانت الحافة المجاعة فاستعانت بالعالم بورلاك أشار باستيراد بذور القمح المحسن من مركز بخوث القمح في المكسيك وقام المزارعون الهنود بتطبيق نظام الري والأسمدة في الضعف إنتاج القمح إلى ستة أضعاف والأروز لعشرة أضعاف حتى صارت الهند تصدر الأروز بعد أن كانت مهددة بالمجاعة طلعا قد التكنولوجيا غيرت إذن هذه التغيرات ثورة سميت بالخضراء تميزها عشان الثورات السياسية في تلك الفترة وعرفات اليوم بالثورة الخضراء كثير من الناس انتقادوا هذه الثورة اللي كانت إلى أثار سلبية معناها خففت من حدة المجاعة ما هي الأثار السلبية؟ الله معفنا وعفو عنا الأمراض الخبيثة معركات محركات الثورة الخضراء ما الذي يفعل هذه الثورة؟ أول ما الأسمدة يوم المزارعون صار يسمدوا فتا السماد العضوي صار النبات ينمو صح؟ ما كانش في وقت سماد كيميائي إلا في منتصف القرن التاسع عشر وبعد من تات الحرب العالمية الثانية أصبحت المواد الناتجة زي الأمونيا تستعمل الأسمدة بعد أن كانت تستعمل للحروب والقتل وبعد الأمونيا صنعوا السماد السوبر فوسفات من خلال معاملات الحجارة الفوسفاتية الموجودة في الطبيعة بحمض الكبريتي وهكي تولى تطوير أنواع الأسمدة المصنعة وتم تأسيس مصانع عالمية كبرى ما زالت تعمل حتى اليوم وبدأت في الانتشار عالميا لتساهم في زيادة الانتاج الزراعي استعمال الراي في الزراع هاي اتنين أوليش الأسمدة اتنين الراي اتطور نظام الراي وتوظف التكنولوجيا وكان وراء تطور معظم الخضاء للحضارات اللي شهدها العالم وعرف قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة بس انتشروا بشكل كبير بعد ذلك فقبل انتشار نظام الراي كان المزارعون يعتمدون على الأمطار فقط ولدت بالذبذب من فترة لأخرى وهذا بيؤدي تذبذب الانتاج يعني مش كل مرة تمطر عشان هيك الانتاج بالذبذب أما الراي بانتظام بعض النبات حاجته ليكون انتاج أفضل ما يمكن ثلاثة استخدموا المبيدات دخلوا أنواع جديدة من النباتات لمناطق جديدة بعرضها لإصابة بآفات مختلفة كما أن تكثيف الزراع أدى لظهور آفات وأمراض قلت من انتاج النباتات عشان هيك استخدموا الإنسان موات طبيعية لقتل الآفات منذ آلاف السنين أول هذه المبيدات استعمالا كان الكبريت ثم استخرج استخراج النيكوتين من التبغ الدخان واستعماله كمبيد حشري لكن المبيدات المصنعة بدأت تنتشر بعد عام 1930 لتكون المحرك الثالث للثورة الخضراء إن تطوير مبيد جديد يكلف من 150-200 مليون دولار ويحتاج لفترة 19 سنوات من بداية البعض حتى ترخيصه طب ليش؟ فراشلة صمح الله ما يسبب مشاعك لازم يتجرب مشكلات تداعي القمح يعني يوم استخدموا الأسمدة المصنعة نمت نباتات القمح بشكل كبير وكانت صيقانها غضة لا تقوى على حمل السنابل فكانت تميل وتسقط تتداعي يعني من كثر مكان يكبر القمح النبات إن سقبط لتتحمل يعني السنبلة تكبر كثير سقبط لتتحمل شو عمل بورلاغ سنوات طويلة لتغلب على مشكلة تداعي القمح فقام بتطوير أصناف خليطة من أسناف يابانية قصيرة مع الأصناف الأمريكية من خلال عملية تسمى التهجين شو عن التهجين؟ الاستفادة من الصفات الجيدة للصنفين للحصول على صنف جديد بجمع الصفات الجيدة من الصنفين توصر بورلاغ إلى صنف جديد يتمتع بإنتاج عالي وقامته قصيرة فلا يتداع وكان هذا إنتاج تكنولوجي عظيم سام في تجاوز العديد من البلدين للمجاعات فضل هذا الإنجاز حصل العالم بورلاغ على جائزة نوبل للسلام عام 1970 ونطلع على أهمية الثورة الخضراء هاي هي ثورة خضراء في الصف طيب هذا كل الحكب يهمنيش طيب نشوفها سلة الدرس طلعوا مع بعض يعتبر التبغ مبيض حشري ناقش هاي العبارة لأنه يستخرج النوكوتين من الدخان وهو محلول سام جدا وفعل ضد طائفة كبيرة من الحشرات كان هذا المحلول أحد أهم المبيضات الحشرية في القرن التاسع عشر ويستخدمونه اليوم ويجي النوكوتين من أوراق نبدة التبغ وهذا مبيض سام يعني باختصار مشارط تكتو كل الحكي هذا إنه تقول له إنه محلول سام جدا وفعل ضد طائفة كبيرة من الحشرات لماذا سميت الثورة الخضراء بهذا الاسم؟ ليش سموها؟ لأنها عن التميع عشان يميزوها من الثورات السياسية اللي حدثت في تلك الفترة ولعبت التكنولوجيا الحديث والعلوم الأخرى في تطوير تحسين أداء النباتات وتجعلها على طوال السنة وإنتاج مبيضات حشرية قادرة على الفتك بالآفات والحشرات وإنتاج الأسمداء الصناعية واعتمدت أنظمة رأي أوتوماتيكية متطورة وهي الثورة حدث من المجاعات التي كانت تحدث في العالم كيف استطاع العالم بورلاغ التغلب على مشكلة تداعي القمع شو عمل بورلاغ يوم القمع صار يكسر جاب صنف ياباني قام بتطوير أصناف خليطة من أصناف يابانية قصيرة مع الأصناف الأمريكية من خلال عملية تسمى التهجين والتي تعني الاستفادة من الصفات الجيدة لصنفين الحصول على صنف ثالث بيحمل مميزات الصنفين السابقين هذا الإنجاز مكنوا أنهم يتغلبوا على المجاعات وحصل على جائزة نوبل للسلام عدد محركات الثورة الخضراء هي صناعة الأسمدة أساليب الريء الحديثة واستخدام المبيدات الحشرية يقول صديق لك لو أننا بقينا نزرع كما نزرع أجدادنا لكنا في أحسن حال ولما عرفنا أمراض النباتات ماذا تقولنا؟ من قولنا هذا بعرف شو الأشي في الحياة ليش؟ لأنه لو بقينا زي من بزرع أجدادنا لما كنا نجد أصناف الشتاء خلال موسم الصيف والعكس ولا كان الإنتاج النباتي على مستوى العالم ضئيل ولا حدثت مجاعات عالمية شب لطعم كلها الناس فبهاية الطريقة وهيكي بيكون درسنا انتهى نشوفكم في درس قادم إلى اللقاء